أهلا وسهلا الإخوان ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غاد ندويو فيه على هاد 40 يوم اللي بقات وعلى هاد الخمسي يام دي العطلة اللي عندكم كيفاش تستغلوها مزيئا فغاد ندويو على المواد بربعة وكيفاش تقدر تقسمهم يعني في الوقت واحد الجدول اللي يكون مزيئا ويكون موريح لك فنبدو أولا بالاجتماعيات الاجتماعيات خاصك حاليا إلى باقي ما بديتيش تدرجوش دروس في النهار إلا أنت دي جا خدام غادي تدير درس في النهار ومعاه ما قال تكتب ما قال في ذاك الدرس بالأسئلة دياله أو أنك تدير ذاك الدرس تفهمه أو لا تحفظه طريقة اللي بغيتي انت وتخدم فيه وطائق ذوك خمسة الأسئلة للوطائق ديال البديل المتيحان فهذا القضية هذه هي اللي تدير تقدر تأخذ في النهار تقدر تخدم هاد المادة بوحدها في النهار أو لا تخدمهم كاملين في النهار واحد إلا خدمتي مادة في النهار حاول تدير فيها جو السويح إلا خدمتي المواد كاملين في النهار حاول تدير فيهم كاملين يعني ساعة ساعة للمادة هي ربعة السويح في النهار تكون مفرقة خطف ذاك الوقت ديال الفارغ اللي عندك وخدم فيه في المواد بربعة ولكن هذه هي ستركتور باش تخدم الاجتماعيات درس أي درس خدمتيه خدم فيه مقالة أو لا خدم فيه وطائق لأن هذا الشيء اللي غادي يتطلب منك وغادي تحتاج فعندك تنسى درس مقالة ولا درس وطائق كل مرة بتدلي بيناتهم مثلا اليوم درس مقالة والغد ليه أو اللي بعده درس وطائق وبالنسبة للناس اللي بغا تختصر شوية الوقت أنها تفهم الدروس وتفهم المنهجية الإجابة يعني طريقة الإجابة في المقالة ولا في الوطائق مرحبا بيكون معنا في العرض ديال الجهوي ديال هاد القناة هذي العرض درتب تماما بصيد في المواد بربعة بالدروس والمنهجيات يعني السنة كاملة فإلا كتب غا تختصر الوقت مرحبا بيكون معنا ندوزو دابا المادة ديال الفرنسية عرض الجهوي ما زال مفتوح لناسي زيام وبعك حر علمي إلا كنت بقي ما وجدتش للمواد بربعة العربية والاجتماعيات والتربية إسلامية والفرنسية مرحبا بيكون في هذا العرض هذا اللي غادي تستفد فيه من جميع الدروس من البداية العام حتى النهاية والمنهجيات الإجابة حسب الإطار المرجعي وجميع الأمور اللي غادي تحتاجها في المواد بربعة وفي البنية ديال الجهوي كيفاش كيت تحط مرحبا بيك معنا اللي بغي تسجل ها هو الرقم التحت إلا كنت بغي تستغل هاد الوقت اللي بقى وتقيب بارني الوقت وتخدم الجميع المواد معنا مرحبا بيك معنا غاستترك الدروس كاملين مع المنهجيات الإجابة وجميع الأمور اللي غادي تحتاج الهدف ديالنا هو النجاح وأنك تكون واطق في نفسك ونتك الدوز الجهوي فاللي مهتم أنه ينخرط معنا مرحبا بيك وتواصل معنا في الواتساب هادي تعرف تمن الاشتراك اللي رمزي جدا ومناسب لأي واحد وباشتعرف المعلومات كلها مرحبا بيك معنا الفرنسية هي نفس الشكل تقدر تدير فيها جزء سويا في النهار أو الليلة درتين مواد كلهم في النهار كتي كتراجع المواد كلهم في النهار دير فيها ساعة هاد الساعة أتكتب فيها بخوديكسيون حاولوها الإخوان تخدمو البخوديكسيون إكخيت نرى واحد العشرة من النقاط مهمة حاولوا تدربوها مزيان بلاي تام ديال مواضع ديال الأعمال بتلاتة اللي بارتاجتهم ديجا في الكورس الجهوي في العرض فالإخوان حاولوا تخدمو درس يعني من اللونغ وبخوديكسيون إكخيت ورزيمي من شي رواية أو المسرحية من البواطة مغفا أو الأنتيغون أو يعني لديرين جوهدان كونتاني وبنسبة للباكحور علمية هما نفس الشكل سواء درتو يعني الأوبر غوريو ولا درتو اللي تتين فوا مفيوكو والأغور لدرتو وكان ديو لبتيميزم فالإخوان في الفرنسية وتخدمو لثلاثة ديال الحوايج أو لربعة ديال الحوايج حاولوا تخدمو الأسئلة ديال النص تحاولوا تقلبو على الجهوية للفرنسية وتخدمو الأسئلة للنص ديالها تحاولوا تخدمو درس كل نهار في الفرنسي في الضرس الليك هنا ترى ستيل الى اخيره تحاول تخدمه بروديكسي وغادي تمشيه مخييرين وغادي تضمنه واحد النقطة يعني من 15 لفوق بهذا الاستراتيجية هدي هاد شي ما كان في هدل اللغة هدي اللغة الفرنسية في هاد المادة عندو زودابة التربية اسلامية التربية اسلامية سهلة غادي تخدم فيها درس في النهار مع خمس ادلاء ايات ودك الدرس تخدم فيه شي وضعية شي وضعية اللي يعني بالاشعارة اشارة بالاشارة التربية اسلامية جوج الامور غادي تحتاجهم فيها في النهار الجيهاوي. الفهم ديالك الصورة يوسف والحفظ ديالها وكذلك الوضعيات تكون كتعرف كيفاش تخرج او لا تخرج الاسئلة ديال الوضعيات وهذا شيء مهم مهم بزاف ان شاء الله را قريب نبرتاجهم معكم في العرض ناس ديال العرض وبالنسبة لهاد المادة هادي را غا تحتاج من غير انك تكون ضابط كيفاش تخرج الاسئلة كما كتلك الوضعية وتكون ضابط صورة يوسف بالتوتيق ديالها حافظها وعرف التوتيق ديالها لعدد الايات الى اخيره فحاول تمشي بهذا المنهج هذا ديال درس كل نهار في التربية اسلامية عشرين يوم تكون ساليتيها درس في التربية اسلامية وخمسة الايات تحفظهم وخدم شيء وضعية في شيء نصعب حالك شيء وضعية في اي ان كان الزواج الطلاق الايمان عمارة الارض اي درس كما بغي يكون حفظته ولا فهمته ومشي مشكيل في البديدة غلط غلط وشفت صحيح وعود غلط باش انك ديما كتتعلم وتتدرب في اي سؤال من الاسئلة القيمة الموقف بزاف ديال الامور اللي غدي تكتشفهم مع الجاوية ديال التربية اسلامية بالنسبة اللغة العربية اللغة العربية كتتكون من ثلاثة ديال الامور ضرورية اخوان انا اقول هون لكم دابة عندك مكون النصوص وعندكم الدروس اللغوية وعندكم الانشاء فالطريقة باش تخدموه يعني كل نهار تخدمي ساعة ولا ساعتين ولا اذا كان عندك الوقت خصوصا في الخمس يام هادي اذا كان عندك الوقت وفي العطلة اللي جاي ان شاء الله خدم ربعات سوايع ولا ثلاثة سوايع في اللغة العربية في النهار يعني تخدم فيها النص للاسئلة ديال النص وتقلب على كيفاش كي تجاوب على الاسئلة ديال النص وتشيرى ببارطاجيتو في العرض كيفاش تجاوب على الاسئلة والاسئلة ساهلين للغة العربية وخا تكون يعني ما عندكش مع تحليل او لا ساهلين لان اللغة ديالنا الام او اللغة اللي كبرنا بها بعض الاسئلة من النص اللي كيطلبك تجبدهم كيطلب منك انك تجبدهم ساهل انك تجبدهم زائد واحد الامر مهم اللي هو الدروس اللغوية اللي هو الدروس اللي عندكم في مكون اللغة اللي عليها ربعات النقاط حاولوا تخدموا كل نهار درس لغوي وكذلك حاولوا تخدموا الانشاءات الانشاءات يعني بالانواع ديالهم بربعة اللي انشاء الله رغان تبرتجيهم معاكم ديال توسيع فكرات حليل صورة الربط بين الافكار والاستنتاج فهد المهارات هادو خصوم يكون عندكم باش تديروا انشاء زوين وكل النهار ديروا نوع من انشاء وغتمشوا بخير فهد ربعين يوم اللي بقات والله يوفقكم سهل عليكم شكرا لكم على الاستماع ما تنساوش تشتركوا فهذه القناة الى فاتكم بشي حاجة اطلقوا انشاء الله في الفيديو الجاي الى اللقاء اشتركوا في القناة